موسيقى موسيقى مساء الخير عليكم في حلقة جديدة برنامج جمالك مع رينا قدمنا في حلقتنا اللي فاتت عن الفن وقدمنا عن التجميل وعن الموضة وعن الفاشن وقدمنا كمان عن السحة والتعليم فقرتي المراضي في الحلقة هتكون مختلفة تماما هنتكلم عن الطبيعة وجمال الطبيعة وأسرار الطبيعة اللي احنا عايشين فيها مع دي في النهاردة اللي هتكلم معنا باستفادة الأستاذ حمزة الخواجة مدرس الجيولوجيا أهلا بك أستاذ حمزة أهلا وسهلا أهلا وسهلا منورني منورك مبدأين كده كورسان الحريق طيب نظبت نحن شهر الحب أهلا وسهلا طيب محتاجة تكلم مع حضرتك عايزين نعرف أستاذ مشاهدين مين أستاذ حمزة الخواجة والله يا حضرتك أنا اشتغلت في مجال الجيولوجيا ما توظفتش في مدرسة لكن ربنا كرمني بالسفر لأسوان قواني في المادة خلينا أقدر أتعامل مع الجبال والمناجم قدرت أتعلم شوية معلومات في المادة شفتها في الطبيعة عمليا قبل إيه يعني قبل ما حدي ورهايلي أنا شفتها يعني ارتهى نظري وتعاملتها أو تعملت معها عملي على الجبال في أسوان وفي الصعيد فطبعا فديتني كثير جدا في المادة العلمية زاد إن أنا استنبطت بعض المعلومات بدأت أدخلها بدأت ألاقي معلومات كثيرة جدا موجودة في القرآن الكريم فدي فديتني جدا وربطتها بالحياة العملية عمتنا طيب مبدئين كده كلنا عارفين إن الشمس فيه شمس وحدة حضرتك قبل الحلقة بتتكلم معي بتقولي فيه يارينا شمسين ممكن بقى أفهم من حضرتك النظرية دي بس محتاجة أفهمها علميا تمام هو حضرتك في البداية احنا عندنا شمس وقمر صح كده تمام مبدئيا كده اللي الناس كلها ما تعرفوش إن زمان خالص القمر ده كان شمس ما كانش أمر ما تلاقش في يوم وكده كان طالع أمر لا ده كان فيه شمس وشمس ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل وقف نشاط الأمر ده اللي هو كان شمس وجعله لي وفيه آية في القرآن الكريم معايا برضو إثباتت بتدول على هذا الكلام تمام كده تمام الآية برضو عشان يبقى الناس عارفة ما تقولش أنا بقول كلام برضو من دماغي فيه آية في القرآن الكريم بتقول عن الموضوع دوت عشان خطر الناس كلها تعرف وجعلنا الليلة والنهار آيتين يقصد شمسين فمحاولنا آية الليل اللي هو دلوقتي بقى أمر وجعلنا آية النهارة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وتفصيله تمام كده تمام فيه معلومات إن الأمر ده كان أصله فعلا كان أصله شمس ولكن فيه شمس أخرى أنا برضو بتكلم وانوى عنها إن الشمس اللي ربنا أطفى نورها وهي دلوقتي قمر موجودة في باطن الأرض حاجة اسمها النواة النواة دي نسخة بالضبط من درجة حرارة الشمس موجودة لحد النهارد ربنا سبحانه وتعالى في لحظة ما كان بيكون المجموعة الشمسية كان موجود في نفس اللحظة كان بيكون الأرض وطبقات الأرض طبقات الأرض بكل التسلسل بتاعها فآخر جزء في الأرض فيه حاجة اسمها النواة واللوب اللوب ده موجود فيه درجة حرارة عالية جدا ده كانت تكون حرارة الشمس بالضبط وكأن ربنا سبحانه وتعالى أطفأ الشمس التانية من القمر وجعلها في باطن الأرض في النواة أو في اللوب واللي يدعيك للتسائل وسقول سبحانه الله إن الحد يومنا هذا منذ قيام الأرض الحد الآن إن النار ودرجة الحرارة اللي موجودة في باطن الأرض لم تطفق حتى الآن تمام سبحان الله طبعا على الجمال ربنا وده الجمال وأسرار الطبيعة فعلا لو تفقدنا في الكون لنقعد سنين نتكلم فيه حي طيب برضو قلتلي إن الحديد منزلش على الأرض ونازل من السماء أو ما كانش على الأرض أو إزاي بقى عايز أعرف الإثباتات إن الحديد ما كانش على الأرض ونازل من السماء تمام حضرتك أولا في بداية الأرض عشان تبقى عارفة تكوينه ونشقة الأرض هو العالم كله متخالي إن الأرض تكوينت آه تكوينت زي ما القرآن الكريم قال في ستة أيام الأرض ولكن الأرض قعدت فترة كبيرة من سهرة تعد أكتر من ملايين السنين في لحظة الإنسهار دي العالماء قالوا إن الحديد ما كانش موجود على الأرض ليه ما كانش موجود على الأرض؟ أولا هو الحديد نزل منين مصنع الحديد كان في السماء ما كانش على الأرض إيه السر في الموضوع ده؟ الأول قبل ما أقولك إيه السر؟ أقولك الآية الكرآنية اللي بتثبت الكلام بتاعي عشان خطر برضو الناس ما تقولش أن أنا جايب كلام من دماغي بس في آية بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الحديد وأنزلناه زيه زي المطر في آية تانية بتقول وأنزلنا المطر يبقى ده زيه زي المطر نازل من السماء طب نزل من السماء في صورة إيه؟ في صورة النيازج النيازج اللي نزلت دي كلها كانت مليانة حديد في الكيميا معايا برضو باحث اسمه تامر النجار دكتور في كلية تندسة بنها الراجل ده تكلمني في الحديد وقال برضو كلام كتير عن الموضوع ده فعلا الحديد نازل عن طريق النيازج بس السؤال هنا بقى إيه الحكمة والسر؟ أه ده اللي أنا عايز أسأله حضرتك إيه الحكمة والسر إن هي ما كانتش على الأرض ونزلة من السماء؟ تمام حضرتك الحديد ده لو أنت دلوقتي بصتي للكون اللي حوالينا ده كله مافيش حاجة ما بتصنعش من الحديد استوديو اللي احنا عادينا في ده كله حديد تمام كده؟ المعدن الوحيد اللي اتذكر وتسمت صورة باسمه هو الحديد في القرآن الكريم ايش معنى الحديد؟ الحديد مهم جدا ولكن ربنا سبحانه وتعالى عارف إنه هيبقى ليه فايدة للكون ده كله وعلى فكرة له لو وجود الحديد ما كانش بقى فيه حياة على الأرض اللي الناس كلها ما تعرفوه وهقولك برضو الإثبتات دلوقتي الحديد ربنا سبحانه وتعالى لو كان الحديد دوت نزل على الأرض ساعة ما تعرض لدرجة حرارة جديدة ما كانش بقى ليه أي قيمة كان بقى ضعيف كان بقى هش ليه؟ ليه؟ لأننا عندي الحديد أو أي معدن عامة كل ما تعرض دي قاعدة جيولوجية احنا عارفين بتوع الجيولوجيا كل ما تعرض درجة حرارة عالية كل ما هيضعف لذلك انت لما تيجي حد يعمل يقولك أنا بعمل نصيبة لحد يقولك يعملها على نار هادية كذلك المعادن والسخور صخرة مثلا عندك زي الجرانيد ده الجرانيد ده صخر كون في بطن الأرض نشأ في تبريد بطيء درجة حرارة منخفضة فجعل الجرانيد قوي جدا ولذلك الرخام دلوقتي ما بقاش يستخدم في المطابق دلوقتي أي عروسة دايما انتلاقي معا حاجة اسمها الجرانيد كده اللي ما تقولوا عليها الجليلة لأن الجرانيد بيقوم عامل الجو تمام كده؟ مزبوط وده برضو هيخليجي تسأليني سؤال تاني في موضوع ان الفرعنة اشمعنا الفرعنة فعلا بالفعل فيه سؤال معينا الفرعنة ليه صنعوا حضرتهم في السعيد تمام بس اكمل اجابة عشان الناس برضو ماتتوش منينا سواء امطار سواء رياح لأنه تكون في درجة حرارة منخفضة جدا منخفضة جدا اما حكاية الصعيد دي بقى دي قصة كبيرة جدا اه احنا عايزين نعرف عايزين نعرف الكصة ليه الفرعنة اختاروا ان حضرتهم تكون بالزاد في السعيد تمام قصة الحضارة بتاعت الفرعنة اولا يعني انا لما روحت زورت اسوان وليقيت الجو الحر الشديد ده فقلت ليه الفرعنة عملوا كل الاثار دي في الصعيد في درجة حرارة عالية يعني انت ممكن تمشي في اسوان دي ما تقدرش تمشي في الحر ما تقدرش نستحمل يعني انا لما روحت فعلا ان اسوان والقصر والصعيد نفسها وجنى ما استحملتش يعني يوم ومشيت يا حقيق فانا هتسأل هما ليه عملوا كده فمهم فانا جيت في مرة من المرات كده بفكر فالاول هما ليه عملوا الاول الاثار بتاعتهم في السعيد فيه فكرة او فيه حاجة في العلم الحديث دلوقتي ان الامطار لما بتنزل على الحجر الجيري هما صنعوا الحضارة بتاعتهم من الحجر الجيري تمام الامطار لما بتنزل بتبقى محملة بغسن اكسيد الكربون فبتتحول هذه الامطار لامطار حمضية تنزل تدوب الجير تدوب الجير كله تمام شفت الهرامات دلوقتي الهرام ده كان معمول بمية الدهب لو روحت الدولة تتحس كأنه جب نرومي وفار مأرقضوا الهرام متاكل تماما صح كذلك الاثار اللي عندنا في الصعيد لو رحت في اسوان مش هتلاقي فيه مطار تمام فهم اختاروا مكان ده لانه نادر فعلا انه ينزل فيه امطار جاف جدا فيش فيه رتوبة فالمناخ دوت مش هينزل امطار تدوب الحجر الجيري بس السؤال هنا بقى هما ليه ما عملوش فيه حاجة بقى اسكى هما ليه ما عملوش الاثار بتاعتهم ده اللي انا بقولوا بقى والبصمة بتاعتي ليه ما عملوش الاثار بتاعتهم من الجرانيت وانت لسه قيل ان الجرانيت مقاوم لأي حاجة من عغامل الجو فده الاجابة هما فكرت لما دخلت المتحف المصري لقيت فيه حاجة رشيد حاجة رشيد معمول من صخر الجرانيت جرانيت زي ما يكون معموله النهاردة ما حدث فيه اي شيء طب ليه ما عملوش الاثار بتاعتهم من الجرانيت فعادت ادور الاقي ان هما كل سنة ترجع لنا اثار منهوبة ومسروقة ترجع لمصر فقلت الله ده الجماعة دولة اسكية هو ليه الاثار بترجع لنا المسروقة لو هما كانوا صنعوا الاثار بتاعتهم من الجرانيت وكانت هربت لأوروبا ما كانت هتنزل الانطار عليها على صخر الجرانيت ده ما كانش هيحصلها اي حاجة ما كانش هتتلى ما كانش هيحدث اي شيء فكانت هتتسيري الاثار وتكمل لكن هما عارفين ان الاثار بتاعتهم في المكان ده بالذات لو اي حد خد الاثار بتاعتهم زي المسلات لما تسرقت ورهبت وطلعت برة في اوروبا كلها تأكلت فقالك بدل ما احنا نبووز الاثار دي نرجعها في بلادها في الجو الحر لما يش فيها انطار ونيجي نزورهم هنا فالفرعنة كانوا اسكية جدا حتى المقابر بتاعتهم لحد النهاردة مش اي حد يقدر يفحى البيت ولا يطلع الاثار بتاعتهم طيب الارض بتتحرك بسرعة احنا مش بنحس بيها هل ده بسبب الجاذبية زي ما كل الناس بتقول ولا حضرتك ليك نظرية تانية نظرية تانية هو كل العالم بيتخيل فيه اراء قالت فيه اراء قالت ان الجاذبية الارضية هي سبب ان الارض تحرك بسرعة جديدة جدا اسرع من سرعة الطلقة في الديئة ولكن ما بنحسش بيها ايه السر في الموضوع دوت السر حضرتك لو انا دلوقت مسكت رجبة واحد كده ورجبته اللي اتنين بيحتكوا ببعض امتى يحتكوا ببعض بيقولوا عليه في المرض ده اسمه مرض خشونة لان ما فيش سائل زلالي في النص ما بينهم لكن الربة دي لما بيكون في سائل زلالي وبيحتكوا ببعض اللي اتنين بتحس ان الحركة سالسة كذلك نفس القصة لطبقات الارض ربنا سبحانه وتعالى جعل طبقات الارض اللي موجودة طبقة اول طبقة لزيها الكشرة كشرة صلبة رقيقة ثم بعدها طبقة اسمها طبقة الوشاح العلوي دوت لدن نحزي معايا الاولانية صلبة الوشاح بعد كده لدن بعد كده هتلاقي الطبقة صلبة بعد الطبقة الصلبة هتلاقي الطبقة لدنة بعد اللدنة هتلاقي صلبة اذا نفهم ان ما بين كل طبقتين صلبطين ربنا تعمد ان يكون في طبقة في النص لدنة دوت عشان تسهل الحركة الارض تتحرك بسرعة بس ما نحسش بها زي الترس الترس للعامل تلاقيه مسك مزيتة ودايما بيزاية الترسين حتى المطورة بتاع العربية ايه حكاية الزيت بتاع العربية لازما عشان احتكاكه بالمعادن بيبوز العربية كذلك طبقات الارض وهو ده السر اللي بيخلي الارض تتحرك بسرعة جديدة وينحسش بها تمام طيب الاشعة اللي فوق بنفسجية كلنا عارفين ان هي اشعة مدرة تمام حضرتك بتقول ان هي لأ مفيدة ممكن افهم هي مفيدة في ايه تمام اولا الاشعة الفوق بنفسجية دي خطيرة جدا والاشعة دي ضرة ومش عايز اقولك بالسبب اضرار كبيرة جدا ولكن سبحان الله يعني في وقت من الاوقات الاشعة الفوق بنفسجية دي بتكون مفيدة لدرجة لا تتخياليها تمام كتير او من الناس يعني وبالذات يعني المسلمين في جميع الحياة العالم يسألوا نفسهم سؤال هو ليه ربنا اختار وقت صلاة الفجر بالذات عشان خطر نصلي الوقت ده ليه ربنا عايز يقومنا من النوم مخصوص عشان نصلي الصلاة دي فكتير جدا كان بيسأل السؤال ده انا نفسي بسأله انا هاردليك على الإجابة الإجابة اولا وجربها عمليا لكل المشاهدين جرب تقوم تداوم على صلاة الفجر هتلاقي ان في الوقت ده اثبت علميا ان الاشعة الفوق بنفسجية اللي هي ضرة دي ضرة جدا ان في الوقت ده فعلا بتبقى مفيدة جدا اولا بتفيد مرضى القلب هشاشة العظام لو انت طلعت تنفست شوية هوا كده من الاشعة الفوق بنفسجية في وقت صلاة الفجر ده مش عايز اقولك اللي بيحصل لك ولذلك اللي دايما مقومين ويعني وبيوظوا على صلاة الفجر في الوقت ده بالذات وبياخدوا الاشعة الفوق بنفسجية دي وستنشكوها مش عايز اقولك صحتهم جيدة جدا ولذلك تلاقي واحد ما صلاش الفجر ونام تمام كده تلاقيه عايز ينام تاني ممكن يقعد للظهر ويقولك انا عايز انام واحد تاني قام في الوقت دوت وخد الاشعة الفوق بنفسجية وتلاقيه نشيط جدا حتى كمان بتروى الدم تروى الاعصاب ما تلاقيهش متعصب الاشعة الفوق بنفسجية ما شاء الله عليها يعني مش عايز اقولك ده وقت اللي عايز يستفيد فعلا واللي بيعانه من امراض القلب اللي عنده مشكلة في العظام اللي عنده مشكلة من التوتر العصبي النيرفز العصبي يصلي صوات الفج ويتنفس الاشعة دي مش عايز اقول لحضرتك هيستفيد جامد جدا 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 وعن تجربة شخص كلام حضرتك الصراحة جميل بس انا نفسي اعرف بقى ثقافة حضرتك مين العلماء اللي حضرتك بتستند ليهم في الجيولوجيا في الجيولوجيا اه تمام في الجيولوجيا هو الاول عايز اقول اي يعني عايز اقول حاجة قبل بس ايه ما نقول عن العلماء فيه قاعدة في الكون هنأتعلمتها القاعدة دي اسمعها القاعدة لايه قاعدة يطلق عليها قاعدة السبات ما فيش حاجة في الكون دا كله قاعدة بيقولوا عليها قاعدة سبتة الا قاعدة واحدة بس الاو هي قاعدة التغيير لازم ان تكون في حاجة في الكون دا بتتغيير تمام كده العلماء او العلماء عمتا اللي انا استفدت منهم فيه عالم بره علم الجيولوجيا خالص هو توماس ايدسون الراجل دا علمني درس كبير جدا من خلال دراسته عايز اوضح حاجة للناس كتير او يفهمين قصة الراجل دا غلط هم بيقولوا ان هو طفل كان عنده تخلف ذهني فوالدته راحت المدرسة المدير بتاع المدرسة قال ان ما ينفعش ايه ما ينفعش ان هو يبقى في المدرسة فطبعا الام غضبت لكن انا عايز اوضح للمشاهدين ان فيه تصحيح في المعلومة دي اولا هو ما كانش عنده تخلف ذهني هو كل القصة ان الراجل او الطفل دا كان عنده اسئلة كتير المدرسي فنتيجة الاسئلة متكررة لقصرة زكاؤه وعنده شغف عشان يتعلم فقالوا عليه انه مش لقين اجابات قالوا عليه انه هو عنده تخلف ذهني تمام يعني العلماء الحركة تستند لي هم هم توماس ايديسون هو معلمي تمام كده ده طبعا بعد النبي عليه الصلاة والسلام التالت واللي عندي في المادة اللي هو مين الفريد فيجنر تمام وطبعا دوت اللي هو اكتشف ان العالم ده كان كتلة واحدة وات ايه وتقسمت لمجبوعة كرة انا سعيدة جيدة ان حردك كنت معاينا ان شاء الله نكون في حلقة مع حضرتك كاملة طويلة ان شاء الله كلم حضرتك جميل وانا سعيدة بجد بالحاجات اللي انا عرفتها اللي انا مكنتش عارفاها والله احنا برضو يعني بينفيد بعض وان شاء الله في معلومات تانية شرف لي ان حردك تكون معاي ان شاء الله يكون في حلقة تانية نتكلم باستفادة عن موضوع الجميل دوت حابة اشكر ديفي النهاردة الاستاذ حمزة تشوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاية عايزة بس قبل مختم ان انا ابارك وهني صديقي واخويا الاستاذ احمد العزبي على مهرجان اي جي فاشون الدولي السادس بالنجاح والتوفيق واتمنى لك الخير دايما سنونا الحلقة اللي جاية برنامج جمالك مع رينا تسلام يا سلام اسمحونا نحيي الاعلامية الكبيرة جدا غزان مغربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة